المشكلة أصعب في الشرق في الشرق أحبائي الكنيسة في الشرق سامحوني أولها تزعلوش مني كادت أن تكون قد استسلمت بالكامل تأقلمت على الوضع الكنيسة تأقلمت وخلي بالك ما تقوليش أنا من الكنيسة فلان وانا هاي الكنيسة وانا الكنيسة الكنيسة التانية هي التعبانة لا أنا بتكلم عن جسد المسيح أنا بتكلم عن كنيسة الرب اللي هي من كل الطوايف من كل الكنيس من كل شعب الله طب ما الرب عنده كنيسة في السعودية عندك عشرات الاجتماعات في السعودية كنائس في السعودية آه باجتمعوش في مبنى مثل أمريكا بس باجتمعو عندك في شمال أفريقيا مئات الكنائس آه اجتماعات بس اجتماعات ليتية أنا بتكلمش على مباني أنا بتكلم على الكنيسة اللي هو أنت وأنا وكل من يحب الرب يسوع المسيح الكنيسة تكاد تكون استسلمت في الشرق الأوسط وتأقلمت على الوضع الراهن هو مين إحنا ما إحنا أقلية إحنا منقدر نغير الوضع الراهن يا سلام يا سلام شو هالكلام هذا شو هالكلام هذا هو 12 تلميذ في أصعب أيام أصعب من هاي الأيام في أيام الرومان مش مكتوب عنهم فتنوا كل المسكونة مش مكتوب عنهم أنه غيروا العالم هو إيه اللي تغير أحبائي طب ما اليوم عنا إمكانيات أكتر وعنا مصاري أكتر وعنا ظروف أحسن وعنا يعني قوانين اللي بتساعد كل هذه الأمور شو اللي اختلف ليه منتأقلم مشكلة كبيرة يمكن نحكي عنها شوي أكتر الاكتفاء الروح خلاص دبرت حالي أنا خلصت تجددنا لا نقول تجددنا وتمددنا لكننا نقول تجددنا وتشددنا كما قال أحد رجال الله بس المشكلة إذا الكنيسة أقلمت على الوضع الراهن كأنه لا توجد قوة لتغيير الأوضاع بدي أقول لك شغلة إذا أنا بصمم قدام الرب يسوع أتغير العالم نحاول بدي يتغير أي قوة أعظم من قوة الرب يسوع المسيح ما كل الأنظمة بتتحرك بديرها الشيطان طب مش أضعف مؤمن في جسد المسيح يستطيع أن ينتهر الأبالثة والشياطين ألم يقول التلاميذ حتى الشياطين تخضع لنا باسمك شو اللي صار ليه تأقلمنا على أوضاع كأنه الأمر مستحيل أمامنا إذا أنت في قرارة نفسك بتعرف وبتصمم بلدي للمسيح وما بتتزعز عن هذا الأمر الرب أعطيك بلدك أعطيك الأمم ميراث لك بدك أكتر من هيك وعد إخوتي وأخواتي خلينا نشكر الرب على الماضي وخلينا نستعد لمجيء الرب بالقداسة العملية لكن أيضا بالشهادة والكرازة للمستقبل لكن خلينا في الحاضر نخدم الرب ونكون صوت المسيح صوت الحق ونكون رسالة المسيح وشهادة المسيح نور للعالم ملح للأرض أعطينا نكون مسيح على الأرض ترجمة نانسي قنقر